تتفاقم الصراعات الداخلية بين أجنحة وفصائل ماليشي الحوثي الانقلابية على المناصب والثروات بشكل كبير وبدأت تلك التوترات تأخذ مسارا جديدا وصل إلى حد الاتهامات بالفساد ونهب مئات الآلاف من الدولارات على ما يبدو ظهر هذا الصراع بشكل أوسع بعد وصول أحد ضباط الحرس الثوري إلى صنعاء لإدارة شؤون الماليشيات الانقلابية وهو المدعو حسن إيرلو وبمهمة سفيره الماليشيات الحوثية أقدمت على توقيف وزير المياه في حكومتها ومنعه من السفر مع عدد من قيادات الوزارة على خلفية فساد حيث اتهمت الماليشية المدعو نبي الوزير بنهب مئات الآلاف من الدولارات والذي يعد من أحد أبرز الأسر السلالية تعد إجراءات الحوثيين هذه في إطار صراع متعدد الأوجه عن طريق إزاحة قيادات حوثية كبيرة بذريعة الفساد استخدمت فيها أدوات الدولة بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المستحدث بإسم النجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية وهي أدوات تسيطر عليها ماليشي الحوثي بشكل كامل في قيادتها ومفاصلها كل هذا يأتي بعد نحو ثلاثة أسابيع من مقتل حسن زيد وزير الشباب والرياضة لدى الحوثيين برصاص مسلحين في أمانة العاصمة صنعاء في مزائمة الماليشية لاحقاً أنها قتلت المتهمين بعد مقاومتهم لجماعتها وهكذا دفنت القضية جميع القيادات الحوثية السلالية غارقة في الفساد ونهب المال العام واختلاس المواطنين إلا أن تلك الصراعات التي ظهرت مؤخراً ما هي إلا ذريعة لتعزيز مراكز قوى جديدة لصالح أحد الأطراف داخل الجماعة